اشتركوا في القناة اربعين يوما في نفس الوقت اهتم باخطر مشكلة تعرضت لها الامة الاسلامية وهي مسألة الردة مسألة الردة فما هي الردة استلاحا ما معنى الردة تخلي عن الدين ما معنى الردة تخلي عن الدين ما معنى التخلي عن الدين انه كان متدين اسلم وارتد بالكورة كي تضربها معنى حيث ترتد الي اي لا تستمر في الاتجاه الذي قذفت فيه ولكن تعود الي هكذا الردة الانسان يكون قد اسلم ويستمر لا يستمر في الاسلام ولكن يرجع الى ما كان عليه من الكفر والعياذ بالله هذه الردة سأل الله العفو والعافية لا اله الا الله محمد رسوله وفما هي الردة ان شاء الله تبارك وتعالى اصطراحا اي ترك الاسلام بعد ان كان فيه بثلاثة امور بنية زيد او بقول زيد او بفعل لان الاسلام هو اسمه هو زيد هو عقيدة في الجنان و قول باللسان وعمل بالجوارح والاركان فيمكن ان تكون زيد فيمكن ان تكون الردباش زيد في قلبه يعلن في قلبه ويظهر الاسلام هذه الردة هذه اللولاء ها واما ان يكون زيد زيد ان يعلن عن ذلك زيد بلسانه وليس هنالك اي مجال للتأويل يعني كلام كله يدل على انه ترك الاسلام او زيد ان زيد ان تكون الردة انطلاقا ماش من عمله حال يوطع المصحف او لا يعني ما شئ حال يوطع المصحف او لا يتبول على القرآن حكذا باع في عمل احتوى خيقول اشهد او لا انا عن درس اذا فالردة واسمه هي هي ترك الاسلام بعد ان كان فيه بنية او بقول او بعمل او باثنين منهما او بالثلاثة معا المهم اذا صدر منه باحد هذه الثلاثة التي تشكل اركان الايمان اللي هي القلب او لا لسان او لا اه وصدر عنه ما يشير الى انه تخلى عن الاسلام نقوله هذا ارتد عن الاسلام فمن نفا ان للكون خالقا قال ليس لهذا ليس لهذا الكون من مكون هذا واسمه فقد ارتد لك المسلم ينفي ان شاء الله تبارك وتعالى او زيد يكفروا باش باش يقولك ما كانش اليوم الاخر احتلت امه وربيت امه هذا اليوم الاخر ثم اعرف زيد الرسل يكفروا بنبي او برسول او بالرسل زيد وزيدوا الاركانت على الايمان زيدوا او زيد الملائكة زيد الكتب السماوية القرآن يكفر باية واحدة ارتد زيد الايمان بالله ملائكتي كتب رسول الملائكة يكفروا القدر خيره وشره اه اذا هنالك ان شاء الله كل من ينكر زيد احد اركان الايمان وقد كان يؤمن بذلك فقد ارتد اي رجع عياذا بالله الى الكفر الذي كان عليه هذي فاش هذي في الاعتقادات زيدوا الثانية زيدوا من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر فهمتم هذي ولا ما فهمتم هاش هذي مو جمع ما وش فبتوالا فبتوالا من انكر معلوم واسموه المعلومات من الدين بالضرورة اسموه المعلومات الصلاة زيد الصوم الزكاة الحجزين زيد ها اه اخلاق المعروفة الصبر كذا زيد زيد شكونا بر الوالدين صلة الرحم الاحسان الى الجار زيد واسم اخر المهم اه زيد عقوق الوالدين زيد يعني انا والزب اللي كي ينكر بر الوالدين ينكر الخمر يقولك الخمر راس ديفا لحجاب يقولك يا الله يا الله شكونا قالكم حجاب كايم بالدين당 الحجاب استحلال الحرام العدل Consig مثلا اه لا قلت حلال راكفر بحل الشراب الى كان الشرب وى شرب الانسان وسألوه هو يشرب هو مش انتهى هو يشربوا اى كان الشرب وزين هو يعرفوا انه وحارم يقول الله يتوب عليا هذا رامس المعاصي لكن لكا يشرب الشراب يقول له شكو قال لكم حراها وهي ما صبطوش الجهد الزينة مثلا الزينة الانسان عرب لي زينة حرام واحد بيقول له اغي ما جاتكم شفيش لكم مفا جاتكم شكو قال لكم نطالب باش يقول لكم باش نطالب بطقنين الضعارة من عنكر زيد اركان الايمان فقد كفر من عنكر معلوما من الدرورة فقد كفر وخاصة الامور المجمع عليها من الامة في الكتاب والسنة والاجمع لا اله يا الله انواع هذا الكفر وش هالكين انواع انت الكفر باش تدخلو ان شاء الله نوع الردة اللي كتعل عاد سيدنا ابو بكر صدق نوعان زيد يعني الكفر كين نوعان نعم هو كين نوعان من الجيش الكفر الاعتقاد الذي يخرج من الملة والكفر الاصغر اللي هو كفر دون كفر قتال المسلم كفر وسبابه فسوق هذا مش كفر يخرج من الملة فنتاني زيد من الكفر لم تتركهم امتي اللي هما اسمه واسمه هما الطعن في الانساب والنياحة اللي يطعن في الانساب مش كفر ولكن هذا الكفر الذي يدل على ان يسان جحد بنعمة زيد النسب جحد بنعمة النسب هذا جحول ولذلك كين الكفر الاعتقادي الذي يخرج من الملة هذا واللي كنتكلم عنه الريدة مش الكفر الاصغر الريدة فاش الكفر الذي يخرج من الملة وش حال العدد جاء من عند الله ويكذب الرسل هذا يسمي كفر زيد التكذيب التكذيب الذين يكذبون هذا الرسل يعني هذا لم يؤمن كذب والقرآن يتكلم عن الذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وفيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وفيها خالدون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان كنمؤمنين فاشتروا الكفر بالإيمان أعطوا الإيمان وإدوا الكفر اشتروا الكفر بالإيمان الله أكبر إذن هذا الكفر تعد تكذيب الكفر الثاني إن شاء الله تبارك وتعزين كفر زين الشك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولو إن رددت إلى ربي لأجدن خير من أمام القلبة قال أحد الإخوان كتب لي إن شاء الله في هذه الآية بعض التأملات العجيبة من دولة بعيدة قال ما رأيت أحمقا مثل هذا الأحمق هو يكذب بيوم القيامة هو يكذب ولا ما يكذب ما أظنه يكذب وفتلي وسمه يقول ولا إن رددت وعنك تكذب كيف أش تقول يكذب زين ويؤمن ولا إن رددت إلى ربي يعنيه مع ذلك هو وسمه هو يأمل عند الله المقام الأعظم يكذب ولا إرددت أنا نكون إن شاء الله من المنعم عليهم في الآخرة إذا كانت كما أنني منعم علي في الدنيا يا واش أولا هذا الكفر تعشك بحال شو هتقول رحنا مخير ناس دي رحنا مخير ناس دي رحنا ربي كرمنا هنا حتى ليه كرمنا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قال لهم الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هو استدراج ها غد سبوا قحض الكفر غد يتشوف دي فهد أبو بكر لا أخي شو غد نقول لكم هاتش علاج لأن بعض الأقلام في المغرب كتبت كلاما مشينا حول حروب أبي بكر للردة وشككت في هذه الأمور كلها شو جوا أنا سبعت وعلى سيد كان يكتفوا عده وبقيت نقرأ لهم نقول سبل عجائب الأكاذيب الأغلوطات وكي يقول لك عالم يا سيدي هذا عالم أنا ما عرش هال العلماء من رجل يقول لهم ما رأني عرف أن هذا النزل آه إذن الكفر الثاني واسمه كفر واسمه الشك زيد الكفر الثالث واسمه زيد الجحود ما معنى الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأياتي لزيد يجحدون هم لا يكذبونك هذي فاش لزيد أبو جهل ولا أخر قال له واش محمد على الصحة ولا على باطل قال له رح نغيح نزوج محمد على حق وقال له علش ما تتبعوش قال له اسمات راكية تنافسنا وبني هاشم الشرف قالوا أطعمنا فأطعمنا قالوا سقينا فسقينا قالوا رفدنا فرفدنا حتى إذا كنا كفر السيريهان قالوا منا نبي فإن فمن أين نأتين بنبي الله لن نؤمن بي حتى يحكم بيننا وبينهما شا شا هذا الجحود ما معنى الجحود هو من صدق الداخل زيد زيد وبر را ما بغيش شو المص هذا باللسان ولا بالقلب باللسان القلب را عندهم امتماعا القلب را يقول لك را عندهم لحق را استيقن عندهم اليقين باللي على الحق استيقنوه را الياقين لي ما وصلنا له شتعنى عندهم اليقين باللي لأن كان يعرفوا العربية وكانوا فاهمين القرآن ديال وحف ذاك القيس شوفوا شوف المصيبة شوف ولكن باللسان واسمه حسدور مبغاوش هذا كسمه كفر زيد الجحود الرابع زيد زيد ان شاء الله تبارك نعم كفر النفاق هذا العكس ما معنى كفر النفاق هو انه زيد الداخل يبغض الاسلام ويكره الاسلام ويكره نصر الاسلام وفي الاسلام واسمه واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا العكس جا الجاحد الجاحد هو عكس موناب الجاحد الداخل مستيقل وبرا لا يسلم له علوا ظلما مع علوا المنافق الله الكفر نتعني فاق واسمه هو انه واسمه الداخل مريض كافر الداخل الداخل كافر لكن البرا واسمه يحاول ان يستعمل والعياذ بالله مسألة ارضاء المسلمين حتى يبقى بينهم وحتى وحتى يضمن سلامة نفسه وماله ودمه لكي يعمل في الداخل لهدم الأمة من الداخل وهذا الأخطر هذا كفر والنفاق زيد أربعة والخمسة وزيد معروف الكفر الخامس واسمه هو زيد هو الاستكبار قلنا سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليز زيد أبا واستكفر وكان من الكافرين الاستكبار عن الحق يتكبر مايبغي شيء آمن يتكبر عن الحق تقوله قال الله قرسي خليني ترانكي الكبر هو واسمه واسمه بطروا الحق وغمطوا الناس بطروا الحق واسمه لا يقبلوا الحق ويستهزئ بالناس ودائما الكبر يوصل الكفر وإذا قالك من كان في قلبهم يثقال وذرة من كبر زيد دخل النار علاش لأن الكبر واسمه يوصل للكفر الكبر هو الذي جعل إبليس لا يسجد لآدم كما أمره الله استكبر عن آية الله تعالى وعن أمر الله تبارك وتعالى والسادس إن شاء الله تبارك وتبارك 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 وت بالنهاري. هنجبش عندو. اختي كبير. ها? اول مهم احنا هذ الشي مشي عنينا انا غير نجيب لكم ميثال موانا علاش. موانا اوخق عما تجيش ما يصلك والو. انا دلك غالة اه اه. 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 اذا هذا ان شاء الله الردة. الردة واسبو فيها ان شاء الله تبارك وتعالى. اتكذيب. والشك. والجحود. والنفاق. والاعراغ. زياد واسبوها. والاستكبار. هذا الست. من وقع له شيئا من ذلك وكان مسلما. فليخف على دينه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بالنسبة للآيات التي تحدثت عن الردة. وسمت الردة. زياد. بمصطلحات مرعبة. مرعبة. اسمها الله واسمه. واسمه اسمها. زياد. تولي الادبار. لا حولها ولا قوة شهيرة. اه. النكوس. نكوس. زياد. اه. انخسران. تمسو الوجوه. نجيز. الارتياب. التردد في ترد في ريبهم يترددون. اه. ثانية عطفة. الكبر. ثانية عطفة. يثني العطفة دياله وتكبر. انا انا قريك تقول لي. دمان بزاوز تعدال برح. دمان ثانية عطفة. اه. والعياذ وبالله. السوداد الوجوه. اه. قال تعالى في سواد الوجوه. اسمه قال. اما الذين. اه. يقول لك سيد الرسول. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. واولئك لم عذاب عظيم يوم ما تبيض وجوه زيد. وتسود وجوه. كفروا بعد ايمانهم. كفروا بعد ايمانهم. تسود وجوههم. الله اكبر. الله اكبر. كي يقول سيد الربي. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا. يردوكم على اعقابكم. شوه? يردك على الاعقاب. العقب واسمه والعقب. هو العقب واسمه والعقب. العقب هو هذا. اشتاع يكون يتمشاك لا ويني. ها? يردوكم على عقابكم. فتن قريبه. وعلى من يقلب. الله. على راسه. على قلنة راسه. ودائم اللي اصدر بكي يتحدث على اللي يدخلو للنار يقول زيد. يكبه على ام رأسه. يوجيه اكثر. ما يجيش يدفعوا هاك. يجيبوا اللور هاك. وهاك ماشي. اجعل القلن تراصب. هم? على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم. وهو خير الناصرين. لا اله الا الله. ربك يقول فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. فذوقوا العذاب بما قلت. وهكذا. قال تعالى يا ايو الذين اوتوا الكتاب. امنوا بما نزلنا. من قبل ان نطمس وجوها. فنردها على ادبارها. او نلعنهم كما لعن اصحاب. شو شو. شو شو. شو التعبيرات نتعرض دا. الطمس. سوداد الوجوه. تولي النقوس. اعوذ بالله. واذاك الناس. اه? العزة بالاثف. هذاك الكبر. استكمار. واذا قيل له اتقي الله خذته العزة بالاثف. تقول له اتقي الله يقول لك. صبتي ادي في جيبك. انا خير بك. وتقول له القرأة الاية ولا يولد ان يسمع. اذا هؤلاء عياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية. مسألة خطيرة في العقيدة. تخيله لو لم يقيد الله للامة. رجل يسمى ابا بكر صديق. لا احد دلعي كيقوله اسمك يقوله? عش كيقوله? ردة ولا ابا بكر لها. عقل على الكلام. ردة. واسمه الشعر تعصدنا ابوك في محاربة ردة واسمه ما? لن ينقص الدين وانا حي. اينقص الدين وانا حي? ابدا. ابدا. تسترك الزكاة? ابدا. تنكر الزكاة? معلوم من الدين بالضرورة? ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله. اما حديث رسول لله في المرتدين. فهو حديث مقلق. يخيف. لا حول ولا قوة تساعد الله بالله. سيد بن البي صلى الله عليه وسلم. كانوا مجموعا تعال الصحابة قال اسمعهم. قال لهم فيكم رجل يدخلوا النار. وذرسه كجبل احد. والصحابة شي يشوف شي. ابو ذر. ابو هريرة. او ربي ربي ربي. اصحاب البي فيهم غدي. يدخل الجهنم. او ربي او ربي. فمات كلهم على خير. الا ابا هريرة. والذي بقي معه. طال الله من انتحسدنا ابو هريرة. وكل شيء ذي كله كانوا في مكان واحد بقا غير ابو هريرة. والرجال بن عنفوة. فماذا فعل ابو هريرة رضي الله عنه. قسم الليل ثلاثة اثلاث. ثلث يقومه هو. والثلث تقومه زوجه. والثلث تقومه ابنته. حتى يظل القرآن يتلى في بيته. ما خافة تحذير ونبوءة رسول الله. ان يكون هو المعني بهذا الخطر. فلم يرتح ابو هريرة حتى ظهر مسيلم الكذاب. وخرج الرجال بن عنفوة بعد موت النبي. يؤيده ويقول انا اتيتكم بالحجة الدامغة. ان الرجال هذا رسول الله. جيتكم من عند رسول الله. وبدأ يقيم له الصلاة التي كان يصليها ب ب ب ب صوت جميل. والناس اه صرخوا في ان المسيلم رأى عند ان شاء الله امر اه جاءه من رسول الله عن طريق صاحبها الرجال. عاد استهنسنا ابو هريرة. عاد بقين عسي. عاد بقين عسي. لا اله الا الله محمد رسول الله. اما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال. يريد علي يوم القيامة على حوضي. اقوام من امتي من اصحابي. اصحابي. هم? فاذا بالملائكة تذودهم عن الحوض. تلقمهم بالحجارة. فيقول اصحابي. قال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ها ها شي لا يزالون مرتدين من بعدك. يرتدوا. مرتدين. بعض المرتدين. اصترون ان بعض الصحابة ارتدوا. فمنهم بقيا. على الردة احتمت على ذلك. ومنهم من? عاد. بحال اه طليحة الاسد ارتد وعاد. الاقرع ابن حابس ارتد وعاد. عويين ارتد. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله عشر. الفتنة عن الردة كانت فتنة وجاء. لان الناس والعياذ بالله سرعان ما ارتدوا على ادبارهم والعياذ بالله. النقطة الثانية ان شاء الله. ما هي اسباب الردة? ردة العرب. بعد موت الرسوس العيسر. عاونوا ان شاء الله تعالى. على كون قررتوا شوية السيرة. عاونوا ان شاء الله واسمي اسباب الردة ان شاء الله تبارك وتعالى. زيدوا. ماذا يعني زكاة هي اثر من اثر الردة. لكن يعني السبب اللي هو اسباب. صدمة من موت رسول الله. قال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول. افا اما توقوتين. ان انقلبتم على عقابكم. انقلبتم على عقابكم. قليتوا ليه لا 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 قليتوا. ومن ينقلب على عقبيه. فليدوا الراشا. وهكذا كان ابو بكر الصديق زيد. هو اول من اسمعهم هذه الاية بعد موت النبي. لعلمه ان اخطر ما ستواجه الامة بعد موت النبي. هو ردتهم. واللي يكبر عليهم هذا. افا اما توقوتين انقلبتم على عقابكم. بغيتوا غيموت صفيت ولا ولا لا 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 يشترك. اذا ناضي الصدمة. اه? ولذلك كيكون مثلا واحد السيد يحبوه الناس يبغيوه الناس. وتابعين الدين في مسبته. لو قيته مثلا ليه موت. ليه موت. ليه موت. واسم يسهلوا واحد الناس. ليكونوا مرتبتي مش شخص. ما مرتبش بالله. واسمه كون. واسم. يضعف ايمانهم. اه تشتوه. وكيلي يمشي. كيلي يمشي. كيلي بشي. يسان لا يربط دينه بشخص ابدا. لا يربط بالله تعالى. واش لك تعبد الله ولا تعبد الاخر. يسان هالشي صحه بزاف. هذه الثانية. اللولا. السبب الثاني واسمه هو. زيد. زيد اخويا. كونهم كانوا حديث عهد زيد. بالجاهلية. هذو الثالة هذو اللي يسلمه. كانوا حديث عهد بيل. يعني كانت الجاهلية متغلغلة فيهم. اي انهم لم يتلقوا بعد تربية ايمانية زيد. عميقة تجتث من جذورهم بقايا الشرطي وتعظيم الاصنام. ها اكسرت له. هذي الثانية ان شاء الله تبارك وتعالى. الثانية واسمه اياه واسمه اولي الثانية ويقول لكم اسمه اياه. حديث العهد بالجاهلية. هذو اغلبهم. لان للصحابة تعملتها وانتع المدينة. واش رفت الدبار تدمنوا حتى واحد. واسمه اياه. الثالثة واسمه اياه. رقة في الدين بالنسبة لكثير من المسلمين. رقة. كانوا زمن اسمه. بيش حاجة خفيفة. ها ها ها. غير زي تهزة. ومشا. ومن الناس من يعبد الله على حرف. فان صابه خير يطمأ النبي. وان صابته فتنة. مقلب على وجهه. مشا. خسير الدنيا. ارتد. ها ها. مهلهلين. مذبذبين بين ذلك. واه مهلهلين. لا اله الا الله. الرابع ان شاء الله تبارك وتعالى. الرابع واسمه اياه. السكم في فهم نصوص الدين. كي اللي ارتد من نجال في الريد. دمين. من سوء فهمي. لان اوحل عدد كي يقولو اه ايش ما اقولوها. خذ من اموالي مصدقة قال له للنبي خذ. مات اللي قال له خذ ما نعطيهش. شل 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 فهمش. حسب لو الدين متوقف على ابو حمص لايش. قال له خذ قال هالمن للنبي. النبي اللي قال له خذ مات. انت ابو بكر شقول انت. واش انت صدر بالزعي قوار قال له خذ يا ابا بكر. شل شل. هذا السكم في فهمي. الدين. واغلب من يرتد واسمه هو الريد الدباش. بهذا بهذا المسائل نصلا. شي اسئلة كيجيبوها من ذوق الاخوري نقول لهم ما تعودوش تديروه هاتش. اللي عندو شي شوبها يمشي العلماء اللي كاردو على الشوبة. ها هو كان الشيخ ابو عمر اه كيقولوا الاخورة اه القني اه كيقول القني بي زيت كون اخر اه مجموعة دي العلماء جزاهم الله خير النرام غادي يفهل المجال يردون على كل الشوبة. جزاهم الله خير ورفع الله وقد خصنا نعرفه بهم. السبب الاخر ان شاء الله تعريد ده زيد. زيد. سوء الفهم تعال النصوص والخراوة اسموية. قاعد يكونش عاجة خراوة ملاش. زيد. الانجذاب للتفلت من من النظام والخروج على السلطة الشرعية. هذي قام بغوش يحسبوها. الخروج على دولة الاسلام. باعلان الكفر بعد الاسلام. والخروج على الامة بالدعوة الى الفتنة في العقيدة. هذي يريد. خروج على من? دولة الاسلام. دولة الهداية. الله اكبر. واذا كسدنا ابو بكر كان واسمه وشير. الان ما كان يوشير. لمن? 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 الان الدولة انت الاسلام مسؤولة عن الدين قبل ما قبل مسؤوليتي عن الدنيا. اللي واحد هضر في الدين الدولة غالي تؤذبه. لانه لا يزعو. ان الله لا يزعو. بالقرآن ما? ان الله لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. لابد من سلطان يحمي هذه الامة بيضة الدين. عقل عقل. دولة الاسلام دولة الخلافة. هي احرص على حماية دين الامة من دنيا. لان ضياع الدنيا هي ضياع مؤقت. اما ضياع الدين فهي خيانة لله وللرسول. وهي دفع بالامة الى خسارة الدنيا والاخرة معا. يا يحيا خذ الكتاب بقوة. الذين ان مكناه في الارض. اقاموا الصلاة. هاتوا الزكاة. امروا بالمعروف. نحو عن المركة. فيها شيء حاجة ديال الدنيا هنا. فيها غزكة. كأمر ديني. ديني. مسؤولية الدولة الاسلامية. اه السبب الاخر اللي كان السبب تعرض ده زيد. العصبية القبلية والطمع في الملك. نحن ثقيف. ايمكن لنا ان نكون تحت حكم قريش. اه? اسمها ربي اسمه اسمها. الحمية حمية الجاهلية. يقاتل من اجل قومه. لان قومه وزمه. ارتدوا يدخل معهم. كاي اللي ما زال ما ردة ما دخلت لهش للقلب. وتبحهم. لان الاغلبية. الاغلبية انت حنيفة مش هوا. مش احت هو معهم. وكايموت هكذا يقتل ويمشي. قد يرتد. الله 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 الله. واذا يقل له. سيد الميس الاسم قال له. الملايكة. انك لا تدري. اه كم ارتدوا بعدك. الله يا ربي الكريم. بعض الاسباب ان شاء الله تبارك وتعالى. زيد. عدم القدرة على التنازل على المصالح التي كانت زيد. اه كانت متاحة له قبل الاسلام. فلما جاء الاسلام سوى بين الجميع. فحن الى ما كان عليه بعدها موت الرسول. قال خام شابك الزمان اللي سوى بنا الدين. الان نولي الوجهة. اه نولي القوة. اه نولي الكذا. لم تطاوعه نفسه عن التنازل عن حضوض الدنيا. التي رأى في ان الاسلام حرمه منها. الله شون استيقنتها انفسهم ظلما ما يمكنش. ما يمكنش. الثمنة السبب. التحاسد بين القبائل. كيش في قبيلة اقربة للاخر وقبيلة ان ابعيد عن الخر. فكان هذا التحاسد. الذي ادى في الاخير الى الى اردة الكثير منهم. ثم. المؤثرات الخارجية. وضغط ما يسمى بالامبراطوريتين الرومية. والفارسية. اللي كانو احدى فارسو. احدى الروم. دوك اللي كان دار مع الاتفاقيات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تنبي صلى الله عليه وسلم اسمه. قالوا لم يعد هنالك خطر لهذه الدولة. مات الراجل تحم والنبي انتحم والقائد انتحم. الان سيكون في حالة ضعف. انو اللي فين? نمشوا مع الرابحة. كما كيقولوا الناس. اللي الدم ونا هو ابنا. شيء واحدين قاوست لنا. اللي الدم ونا هي ابنا. الاسلام ضعف? نعم صار. ها ها. المساوة ما هو مضركوه هو مصحب مصالح. والاسلام ما زال ما تغلغ لغمش في القلب. وهما على تخوم تخوم شكون? الحدود. واخر كانت عندهم اتفاقيات مع ان بيصلح عيوز لكن بيصلح سمات. إذن واسبو غادي ديرو. يقول احنا مع الربحة. انا نخلي الروم ونمشي مع العربة اللي ما زال عدغي البارة. لا اله الا الله محمد الرسول الله. هذه الاسباب كلها منفردة او بعضها او مجتمعة كانت سببا في ردة الكثير من القبائل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الان في النقطة الثالثة نعطوكم اصناف المرتدين الذين ارتدوا على عدية بكر. الصنف الاول شكون هما? صرف لاباين شكون هما? الذي ترك الاسلام جملة وتفصيلا وعادة يسجدوا للاصلام. كاينين هذون? كاينين. متن بيصلح الاسلام قال له ما بقى لا محمد ولا دين ولا ولا وله ولعده بل يصليه كده. هذي الردة فاش. كيقولها توطال. الردة سيء توطال. ما معنا توطال? كاملة. بالاصول والفرع. بالاصول الفرع. ردة باش. بالاصول الفرع. الردة الكاملة. لا حولها ولا قوتها. الثانية. عادة ابو بكر اليمامة. بتاع بني حانف اللي يسميه وسيد. مسيلم الكذاب. والاسود العنسي دعي اليمن. وطلحة الاسدي رضي الله عنه. قد يسلم من بعد ويستشهد مع الناس. لكنه. بتاع بني اسد ارتد. طلحة زيد. وسجح. هذو امرأة نبيه. وكان بغي يديها شكون. مسيلمة. وبقوي يجيب لها الوحي. الله. واش هذا ما حبة كبيرة في ذاك الوحي. النوع الثالث انتع انتع الردة واسم هو. هو واسم هو. من ترك الصلاة ودعا الى تركها وقال. هذا غي احذب كنا نتحذبه على عدم محمد الصلاة. هذا انكار. شو هذا انكار واسمه. لمعلوم من الدين بالضرورة. ما فهمتو? ايه. هذا الثالث. الرابع ان شاء الله تبارك وتعالى. زيد. زيد. انه يعتقد ان الدين ان محمد رسول. ويعتقد ان الصلاة فرض. ولكن هو زيد انكار الزكاة. ها ما شوش حلم واحد. واحدين كفروا مياه في المياه. واحدين دعوا النبوة. واحدين كفروا بمعلومة دي اللي الصلاة. واحد عنده كل شو لي ما له. منع منعه. الزكاة. اه الخامس. نعم الخامس ان شاء الله تبارك وتعالى. زيد. من شمت بموت الحبيب صلاة. عليك. الحمد والله مات محمد. مجموع انت عن الخبائل. الحمد والله مات محمد. لم يعد لكم سلطان علينا. صافي لا حول ولا قوة الا بالله. ثم عادوا لممارنطقوص الجاهلية بعد ان شمتوا بموت النبي الله عليه وسلم. الاخير النوع الاخير اللي كان سيدنا ابو بكر. من تحير وتردد منتظرا لمن تكون له الدبرة. واش ما بقى? قال زيد. ما اعلن على الكفر. ما بقى على الاسلام وبقى واسمه. يتربص بين البين. ينتظر فين فين? الرابحة. الرابحة احنا يدير ايه يديرها مع الرابحة. اه? ها يشوفش كل قدس سفينة? غير من يشوفش كل قدس سفينة يركب معهم. الى 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 مسلمة يمشي معه. مسلمة عدو الله. لا حول ولا قوة الا من الله. الردة اذا على عهد ابي بكر الصديق كانت على اربعة اصناف. جمعهم فاربعة. صنف ترك الدين كله وعبد الاسنام جهرا. وصنف اتبعوا المتنبئين من هؤلاء. اللي كيقولهم مش كونهم ما يقولهم? اه المتنبئين. هذو اللي كيقولوا احنا انبياء. اذا صنف اتبعهم هذا الصنف الثاني. بحال كذاب حنيفة وكذاب اليمن. وفي صنف الثالث تركوا الزكاة او الصلاة اي انكروا معلوما من الدين بالضرورة. والصنف الرابع لم ينكروا صلاة ولا صياما ولكن ولكن امتنعوا على تأديتها لابي بكر. يقول لك السلام فروضة والزكاة والزكاة ما يعطيهاش لابو بكر. هذا هو القضية اللي يعني لقوا عليها الناس بزار. يعني من يقولوا لاش ابو بكر الصديق ويقامنوا بالصلاة والزكاة ويقامنوا بالصلاة والزكاة ويقامنوا فقط. قالوا خسنا ما نمدوها شلين مدوها. علاش يقاتلهم وكذا. واحد شي كتابات تكتروا بغضا لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وارضها. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحكي لكم ما نكمل لكم ما بغيش نبدي من هنا باش نتكلموا على الاجراءات العملية التي اتخذها في اليوم الموالي من ارسالي جيشي اسامة. اه. اه نحكي لكم على عشو دار سيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسالة عندكم الخمر ياك. ارسل مسيلم الكذاب رسالة الى رسوله قبل ان يموت. ياك. قال له من مسيلم رسول الله الى محمد رسول الله. غيب وحده. ارد روح رسول الله غيب وحده. اما بعد. فان الله تعالى زيد. قسم زيد. الارض الشطرين. نصلك رسوله والنصليا. ماتوا الله رحنا غيكي في كيف. اه خصك تا امن بيا وكون امن بك. ها 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 ها. سيد المسيلم قل له جيب جيب كتب 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 يا زيد كتب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله محمد رسول الله. الى مسيلم الكذاب. قال له اسمه كذاب. قال له الامر وقال له اسمه الله. الامر لله سبحانه يضع حيث يشاء. خذ يا حبيب. شكو له هذا حبيب. شكو له حبيب. قال لا حبيب. شكون حبيب اللي ده الرسالة لمسيلمة. كيقول له حبيب. حبيب ابن زيد. شو مو حبيب ابن زيد. هو ولد ام عمارة. نسيبة بنت كعب. شاب. شاب طيب. شاب. قال له يا حبيب خذ هذه الرسالة. وسر بها الى بني حنيفة. وعطيها لمن؟ لمسيلمة. فلما قرأ الرسالة الجن جنونه. قال علي بالرسول. الرسول يا حبيب. الذي يعمل. كانت بكرة الرسول لا تقتل. قال اصلبوه. فصلب. شو العدو الله. فجاءوا الناس ينظرون ويستمعون. قال اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم اشهد. قال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمه. اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمه. قال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمه. فقطعت ساقه اليسرى. الليد هذي ومنه رجل هذي بقى بلا يكتب بلا رجل بقيله رجل وحده منه ورشبه والدم الشرشر الناس وسودت على الدين الناس وسحدت على الدين حبيبه بن زيد هو وبه أمه كل شي يكونوا مع النبيهم في القيامة لأن حينما دفعت عنه في أحد فضربت على كتفها فسقطت قال النبياء أم عمارة من يقدر على ما تقدريني علي من يستطيع على قتل يا رسول قرب 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 يا رسول الله قرب وقتله في الوذن سال الله أن أكون أنا وزوجي وولدي بجوارك في الجنة قال بقى أنتم بجوارك أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أتشهد أن موسيل ما رسول الله قال لا اسمع فقطعت يده اليسرى قابل اكتف بقيله غير جي الوحدة الرابعة قال له هتشهدوا ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله قال هتشهد ان مسايلما رسول الله قال له لا اسمع فقطعت فلازل يقطع قطعة قطعة وهو يقول اشهد ان محمد الرسول الله وان مسايلما الكذاب يا رجال يا رجال فغضب رسول الله غضبا شديدا هل عشي نسبة عرفش التاريخ انتح علاش هل عشي نسبة عرفش الرجال ديالها علاش من هو حبيب ابن زيد من هذا الذي قتله مسايلما كان رسول رسول الله حمل رسالته الى مسايلما بعد رسالة مسايلما لا ما كاش ليعرف حبيب بن مسايل حبيبنا حبيب رسمية كديرة رسمية كديرة يا سيدي يا الشباب عنده 16 عام من 17 عام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا あ